مرحبا بالجميع فيديو جديد وصفات طبيعية أمفلس وأروع ماسك بنقي البشرة وبيوحد اللون وبغزي البشرة وبيشيل الإرهاق اللي بيكون في البشرة ويالله معايا نتعرفوا عن المكونات مكونات كتير بسيطة ومتوفرة في كل بيت عندنا البرتقال بناخده حبة من البرتقال وناخده جيل الصبار ولم توفر عندها جيل الصبار طبيعي يكون أفضل لما عمل عندي الشراك في القناة تعمل عندي الشراك في القناة فضلا وليس أمرا وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفات طبيعية أمفلس لهي مجربة مرارا وتكرارا حناخدوا حبيباتي الكمية لحتكافينا في البشرة حناخدوا نص من البرتقال ونعصرها زي ما أنتم شايفين يا بنات لازم تغسلوا البشرة قبل ما تحطوا هذا المسك تغسلوها بالصابون وبعدين بنحطوا هذا المسك نص ساعة وبعدين بنغسلوه بالمية فقط وما تنسوا حبيباتي الترطيب المكون الأول والأخير هو جيل الصبار حناخدوا معلقة صغيرة من جيل الصبار ونخلطوا المكون جيد جيد ونضعوا على البشرة وحتشوفوا يا بنات نظارة وتوحيد اللون للبشرة يا سلام جربوا وردوا علي وبتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوا علي حبيباتي بلايك وشيروا على الأصدقاء ولما عمل عندي اشتراك في القناة تعمل عندي اشتراك في القناة بفضلا وليس أمرا وبقول لكم مع السلامة وانتظروني الفيديو القادم إن شاء الله وانتظروني الفيديو القناة